عندما التقينا بشرائح المتظاهرين نحن كمفاوضين مع المتظاهرين لقينا مطالب منطقية والله العظيم الناس قمة الإخلاص وقمة الإثار لا يوجد أي مطالب فردية مطالب مثل ما شرح المتظاهر مالك فيها نوعين وهي مطالب مطلبية آنية وفيها صلاحات على مدى البعيد وحتى من يقول هو مثلا إلغاء مجالس المحافظات غير دستوري إلغاء مجالس باحتبار أنه الدستور هو اللي يضمن مجالس المحافظات ولكن بإمكان تعديل الدستور يعني إذا ضل ضغط الشارع والمراقبين يدعون إلى مثلا تعديل الفقرات في الدستور يتعدل الدستور ليش لا يعني كل دول العالم تعدل الدستور ومو نسقراني ولا يمكن أن دستورنا يكون لمدة 40 سنة يمكن 10 سنوات ويتغير هذا الموضوع الموضوع الآخر تقريبا قاطعنا المشتركة النقاط مشتركة بين جميع المحافظات لقينا تقريبا حوالي 15 نقطة مشتركة أولكم مطالب ما كانت موجودة أصلا قبل الخروج للتظاهرات اليوم صارت هي رقم واحدة رقم اثنين ليه مثلا إفراج عن المعتقلين مثلا اعتبار ذوي الشهداء يعني حفظ دماؤهم وحقوقهم لأنه مو بس قرار تعالى صير شهيد نازم أكونوا يعتني بهم مثل ما صار مثلا بشهداء الكرادة أو جسر الأمة مؤسس شهداء مشاكل ناس يبحث عنها استاذ مصطفى هذه مشاكل اي نعم إرادلها حلول لان جايق بس قلت لك صارت لكم مطالب ضغطة هم المتظاهرين نفسهم بدأوا يخلون النقاط ما كانت موجودة طيب صارت مثلا مطلب التشغيل صار رابع وخامس بدأ ما كان الأول اليوم صارت المطالب تخص إيقاف ملاحقات المنظمية التظاهرات صار مطلب إخراج المعتقلين صار مطلب معالج الجرحة هاي صارت مطالب البداية